بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا سلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم ورحمة الله وبركاته وصل بنا الحديث إلى ما ورد بحق علينا عليه السلام أو فسر به من سورة الممتحنة وحديثنا كما يعرف الجميع متواصل حول البحث الذي يتعلق بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من هو المؤهل ليكون مصداقاً لهذه الآية حديثنا عن مواصفات وصفات علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن ثبت بالدليل القاطع عدم وجود تلك الصفات التي قررها الفخر الرازي والتي يجب أن تكون بولي الأمر من خلال صفة العصمة لم تكن موجودة في أضيق تفسير ذكره إخواننا من أتباع المذاهب الإسلامية عن من سبق علي بن أبي طالب عليه السلام البداية مع الآية الأولى من سورة الممتحنة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لنتوقف قليلاً عند هذه الآية قبل أن ندخل في مورد تفسيرها وانطباقها على علينا عليه السلام ومورد نزولها وننظر إلى واقعنا المؤلم في هذه الأيام وفي مراحل الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم هناك أعداء لكم هم أعداء لي هل يمكن أن نتصور؟ هنا السؤال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر عنوانين قال عدوي وعدوكم وبالتالي لنا أن نتصور هل يمكن أن يكون هناك مصداق هو عدو لنا وليس عدوا لله؟ أو عدو لله وليس عدوا لنا؟ هذا هو الفارق الله سبحانه وتعالى يريد مننا أن يكون مقياس العداوة التي نعلنها هي مقدار العداوة لله تعالى من قبل هؤلاء ومقدار قربنا منهم هو قربهم من الله تعالى فإن كان هناك فرد أو جماعة أو فئة تعلن العداء لله تعالى أو تمارس العداء في سلوكها لله تعالى فأنتم أيها المسلمون أيها المؤمنون يتعين عليكم أن تتخذوهم أعداء لأنه لا يمكن لكم أن تودوا إنسانا هو عدو لله تعالى فالمقياس الأساس الذي يختبر به البشر والذي تقاس عليه سلوكيات البشر هو مقدار قربهم من الله تعالى وابتعادهم عن الله تعالى هذا هو الميزان الذي أراده الله تعالى أن نفهمه وبيّنه لنا من خلال هذه النص يا أيها الذين آمنوا وكما تعرفون كلمة الذين آمنوا لها معنى عم معنى أخص طارة يقصد بها جميع المسلمين وطارة فئة من المسلمين والكلام هنا موجه لعموم المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي الذي يكون عدوا لله لا تتخذوه وهو عدوكم لا تتخذوهم أولياء وبالتالي لو أردنا أن ننظر في واقع حياتنا كما بيّن القرآن الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هذا هو الميزان الذي ذكره الله تعالى فالذي يودهم في عمل أو في سلوك فمعنى ذلك أنه اتخذ عدو الله ودودا وهذا لا يمكن أن يجتمع مع الإدعاء أننا نود الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تتصرفون وتعملون وتعلنون مودتكم لهؤلاء الذين هم أعداء لله وأعداء لكم لأن في ذلك خيانة لمبادئكم وخيانة لانتبائكم وخيانة لأعمالكم التي يمكن أن تقوموا بها في واقع حياتكم هذا بالإطار العام الذي تدل عليه هذه الآية في كل الظروف وفي كل المراحل وواحدة منها ما يمكن أن ينطبق علينا في زماننا ولكن ما هو المورد الخاص لنزول الآية ومدى انطباقها على علي عليه السلام يأتينا جواب من تفسير فرات الكوفي في صفحة 479 الحديث المعنعن في سنده وصولا إلى ابن عباس حبر الأبة يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالوماودة هناك قصة والتي يعبر عنها مناسبة النجول يعني عندما تكون هناك آيات معينة أحيانا تتناول أحكام أو موضية يكون هناك سبب للنجول وسبب النزول ينبرج على كثير من النتائج فتارة يكون له المعنى العام ويبقى له معناه ودلالته الخاصة يقول هناك قصة حصلت وهي أن هناك امرأة اسمها سارة كانت مولاة لبني هاشم قدمت من مكة إلى البدينة المنورة فهي من موالي بني هاشم وفي تلك المرحلة التي كان الصراع قائما فيها بين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومشركي قريش مشركوا قريش كانوا في مكة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المدينة المنورة وقد حصلت عدة حروب بينهم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت يحضر لمعركة الحسم المعركة الحاسمة التي قرر بها أن يباغت كفار مكة وينتصر عليهم ويقضي على سلطة الكفر في مكة المكرمة فاستعمل أسلوب التكتم لكي تكون تلك العملية التي يقرر مباغتة قريش بها دون إعلان أو إعلام مسبق ليفاجئهم بما يقوم به فيقول ابن عباس قدمت سارة مولاة بني هاشم إلى المدينة فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من بني عبد المطلب فقالت إني مولاتكم وقد أصابني جهد هنا جاءت بعنوان أنها تنتمي إليهم من خلال كونها مولات لهم وهناك تضييق عليها في مكة من قبل مشركي قريش لماذا؟ لأنها تحسب على بني هاشم على بني عبد المطلب وقد أصابني جهد يعني معنى ذلك قصور في ذات اليد من ناحية المادي معناها تقصد وقد أتيتكم أتعرض لمعروفكم فأريد منك يا محمد أريد منكم يا بني هاشم أن تساعدوني لأنني أنا في ضيق وهلائك فرضوا علي حصار وهم يضايقونني ماذا كانت النتيجة؟ كسيت وحملت وجهزت أعطيت ثياب أعطيت أثاس أعطيت مال أعطيت كل ما يمكن أن تحتاج إليه وجهزت لتعود إلى مكة باعتبار أنها إمرأة مقيمة في مكة وليس لها من عمل في المدينة المنورة وبالتالي لم تكن يعني لم يذكر من أنها كانت من المسلمات أو غير ذلك فقط أنها تنتمي إلى بني هاشم بمعنى الموالي اللي كانوا يعتبروا عبيد تحت رعايتهم هنا ما الذي حصل؟ يقول ابن عباس عمدها يعني اتصل بها قبل أن تعود إلى مكة حاطب ابن أبي بلتع هذا شخص من المسلمين شخص من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخو بني أسد ابن عبد العزة من بني أسد ماذا فعل هذا الرجل؟ كتب معها كتابا إلى أهل مكة ماذا يقول بهذا الكتاب؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الناس أن تجهزوا يعني هو في المدينة وبين المسلمين ومن المسلمين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل للناس أننا سنتوجه إلى مكة لفتح بكة قال لهم استعدوا لحرب هذا الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن حاطب عرف بطريقة ما بأسلوب ما من أحد ما أن المقصود من الاستنفار الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفوف المسلمين هو التوجه نحو مكة فكتب إليهم يحذرهم النبي يعتمد الكتمان يعتمد السرية حاطب بن أبي بلتعه أراد أن يفشي السر أراد أن يقدم خدمة لكفار قريش ماذا كتب يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما سيأتي لختالكم وماذا فعل بعد ذلك جعل لي سارة جعلا يعني أنت يا سارة أنت راجعة وأخذتي أعطيك شيئا أكافئك أعطيك أجرة خاصة بشرط أن تكتمي عليه لا تخبري أحدا أنني بعثت معك بشيء على الإطلاق تفضي لا تخبري أحدا هنا لألا أطالب لأن هذا الذي أبلغك إياه وأرسله معك هو أمر سري فأريدك أن توصلي هذه الرسالة إلى قريش دون أن تبلغي أحد هذه بدل أن يكون لديها حس للأمانة باعتبار جاءت وكسيات وأعطيت وإذ بها تحمل رسالة سرية عنهم إلا أن الطمع غلبها ففعلت أخذت تلك الرسالة واتجهت نحو مكة لم يكن أحد من البشر يعلم بذلك هذين يعملون بهذه الأساليب يعتمدون هذا الأسلوب فنزل جبرائيل الله يعلم السر وأخذ نزل جبرائيل على نبي الله فأخبره لأن الإرادة الإلهية أرادت أن يتحقق هذا الانتصار ومن مقومات هذا الانتصار أن يفاجئهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فنزل جبرائيل على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من أصحابه في أثري من هما علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ابن عمته وأخبرهما خبر الصحيفة تذهبان تجدان هذه المرأة معها رسالة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصيته لهما إن أعطتكم الصحيفة فخلوا سبيلها المقصود لا نريد أن نعاقبها فقط استرجعوا منها الصحيفة وإلا إذا رفضت إعطاءكم الصحيفة فاضربوا عنقها لأنها كما يقال تقوم حينئذ بمهمة جاسوسية خطرة لا يؤمنوا لها على شيء فتحتاج هذا العقاب لحقا بسارة على الطريق فقال أين الصحيفة هنا أود أن نتوقف عند هذه الكلمة يعني قد يكون شخص الذي تكلم ولكن الحديث بعنوان قال لأنه يمثل نفسه ويمثل من معه فقال أين الصحيفة التي كتبت معك يا عدوة الله فحلفت بالله ما معها كتاب الخائن من السهل أن يكذب حلفت وباعتبار أنها تريد أن عندما حلفت بالله تريد أن تتقرب إليهم ليصدقوها فاتشاه الغراض اللي معها لم يجدا شيئا فهمى بتركها أيضا عندما يقول بالمثنة يعني أحدهما همى بتركها بدليل ما سنقرأه عن فعل الثاني فقال أحدهما والله ما كذبنا ولا كذبنا التفت هنا إلى الموقف فسل سيفه وقال أحلف بالله لا أغمده حتى تخرج الكتاب أو يقع في رأسك ذاك واحد منهم قال خلص ما وجدنا الكتاب خلنا نرجع دعنا نرجع الثاني حمل السيد قال لا نحن الذي أخبرنا بذلك هو رسول الله ولا يمكن أن يكذب ونحن لسنا كاذبون ولم يكذب هو من جبرايل الكتاب معك إما أن تعطينا إياه وإلا يقع في رأسك تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال لهما إن أعطتكم الكتاب فبها خلوا سبيله وإلا فاضربوا عنقها يقول ابن عباس زعموا أنه علي بن أبي طالب يعني الذي قام بهذا الدور وسل السيف هو علي بن أبي طالب عندما أدركت هذه المرأة أن المسألة أصبحت خطيرة ولم تمر عليهم خدعة حلف اليمين قالت فلله عليكم الميثاق إن أعطيتكم الكتاب لا تقتلاني ولا تصلباني صار عندها خوف تريد أن تحقق ضماني لنفسها ولا ترداني إلى المدينة قال نعم نحن لن نتصرف معك أي شيء آخر فأخرجته من شعرها فخليا سبيلها ثم رجعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطيه الصحيف يا رسول الله هذا الكتاب فإذا فيها بالرسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن محمدا قد نفر يعني عم يستعد عم يستنفر فأني لا أدري إياكم أراد أو غيركم فعليكم بالحذر فأرسل يعني هذا واضح واضح المرسل واضح لمن المرسل إليه واضح المضمن لم يقل لهم مباشرة أنه قرر قتالكم ولكن أوصل رساله هذه كما يقال رسائل تحمل مدلولا بعث إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يريد أن يأخذ منه إقرار تعرف هذا الكتاب يا حاطب هذا الكتاب تعرفه حاطب أقر قال نعم النبي لم يتخذ إجراء مباشرا أراد أن يستمع من يحقق معه حول خلفية ذلك قال فما حملك عليه لماذا فعلت ذلك فقال هنا حاطب يريد أن يظهر شيئا قال أما والذي أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ آمنت أنا لا أزال مسلما ومؤمنا بك وليس فعلي نتيجة ارتداد أو كفر لهم ولا أحببتهم منذ فارقتهم فأنا لا أزال هنا في هذا المعسكر معسكر المسلمين ولكن لم يكن أحد من أصحابك إلا وأن له بمكة الذي يمنع عشيرته الذين هاجروا وجاءوا معك وتركوا بعض أهاليهم هناك من يحميهم من يحفظهم من يرعاهم لأن الأمور العشائرية تتداخل بهذا الموضوع أنا ما عندي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يادا أريد أن أتودد إليهم حتى يعني يحفظوا لي ما يتعلق به وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه سينال العقاب ونقمته وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا أنا فقط أحببت أن فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنه عذره تركه ولم يتخذ إجراء عقابيا بحقه فأنزل الله تعالى حاطب من خلال هذا السرد الذي حصل معه أوجد مبررات لنفسه لكي يتعامل مع كفار مكة ويمدهم بتلك المعلومات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء طلقون إليهم بالمودة في هذه الآية بيّنت لنا عظمة أمير المؤمنين عليه السلام من خلال الموقف الذي اتخذه وعندما طبق كلام رسول الله وحسم الموضوع بأن حصل على الكتاب منها المرأة هذا ما يرتبط بهذه الآية من سورة المنتحة نذهب وإياكم إلى شورة أخرى سورة الصف سورة الصف عندنا الأية أربعة ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان المرصوص هذه قاعد عام القتال أنتم أيها المسلمون عندما تكونون في قتال في سبيل الله وليس في قتال في سبيل زيد أو عمر أو قضية هامشية هنا أو هناك القتال عندما يكون في سبيل الله في سبيل دين الله لابد من أن يكون قتالكم مثمراً فليس القتال مطلوباً من أجل القتال القتال مطلوب لما يترتب على القتال من ثمرة ونتائج ولكي يتحقق الهدف من القتال لابد من وحدتكم وتراصكم معاً لكي تحققوا الغرض إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص المثال أعطاهم مثال مادي أنتم أفرار تتحركون ولكن قتالكم يجب أن يكون عندما تكونوا في المعركة أن تكون لديكم صلابة كالبنيان المرصوص الذي لا يمكن تجاوزه على الإطلاق طيب هذه الآية الرابعة من سورة الصف شو علاقتها بعلي عليه السلام يأتينا الجواب في تفسير الحبري صفحة 321 في تفسير فراطن الكوفي صفحة 481 بشواهر التنزيل للحاكم الحسكاني الجزء الثاني صفحة 337 وبشواهر التنزيل أيضاً الجزء الثاني صفحة 339 أحاديث مضمونها واحد مروية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص يقول نزلت هذه الآية ففي نص نزل في علي وحمزة عم اللي استشهد بمعركة أحد وعبيدة بن الحارث وسهل بن حنيف اللي كان والي علي عليه السلام على البصرة والحارث بن الصمة وأبي دجانة هؤلاء كانت لديهم تلك الصلابة في معارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت فيهم هذه الآية حديث آخر ورد حول هذه الآية نذكره أعزائي بعد فاصل قصير فانتظرونا من؟ من مبلغ عن مقام الآل من صدق جد السلالة إذ من سرهم بثق هم الهدات لغير الخير ما سلك في كل عصر لنا من سرهم عبق أهل النبي وأهل الله أخلصهم بالمكرمات فعز الغصن والورق لله عاشوا وحب الله قد قصدوا ويشهد الليل والأسحار والغسق بلغ عدوا سعى في كرههم تعسا قد كان قبلك من في قلبه الحرق من يكره الآل لم ينعم بمنزلة عند الإله وقد تاهت به الطرق لكنه البحر ما ضرته غاشية من حارب المحر يطوي عمره الغرق صلى الإله وعلى من منه أنجمهم هم النجوم وطاه الكون والأفق هم النجوم وطاه الكون والأفق تحية طيب عزيزي المشاهدين نعود إليكم بعد هذا الفاصل وصل بنا الحديث إلى ما ورد في شورة الصف من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قبل الفاصل ذكرنا حديثا بين من هؤلاء وأبرزهم وأولهم علي بن أبي طالب عليه السلام لدينا حديث آخر ذكره الحاكم الحسكاني في شواهر التنزيل الجزء الثاني صفحة 337 عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قيل له من هؤلاء قال حمزة أسد الله وأسد رسوله اللي كان مع علي عليه السلام بمعركة بدر واستشهد في معركة أحده وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث والمقداد بن الأسود بهذا النص مص آخر ذكروا الحاكم الحسكاني بشواهر التنزيل جزء الثاني صفحة 338 عن ابن عباس هنا يبين ذكر هناك في الروايتين السابقتين ذكرت عدة أسماء ولهم شيء من هذه الصفة أما بهذا الحديث لا تتبين خصوصية علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال موقعه القيادي في الحروب عن ابن عباس قال كان علي عليه السلام إذا صف في القتال كأنه بنيان مرصوص فأنزل الله هذه الآية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص وهذا ما نشاهده في السلوك العملي بكل معارك علي من معركة بدر إلى آخر معركة كان فيها لذا لم نشاهده انهزم قط لم يتراجع قط والتاريخ مليء بكل تلك الصور المشرقة بتاريخ علي عليه السلام ببدر ماذا فعل بأحدر ماذا فعل بخيبر بالأحزاب بغير ذلك من المعارك فأنزل الله هذه الآية وطبعا عندما نتوقف عند هذه المسألة يعني نجد هذا المثال كلمة الجسد الجسد بنيان مرصوص في عندنا حديث نستذكره ورد في مصادر المسلمين مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى هنا تظهر بطولة علي عليه السلام فيما يقوم به وفيما كان يقوم به فأنزل الله هذه الآية عندنا أي أخرى من سورة الصف تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة مورد هذه الآية ما هو فرات الكوفي في صفحة 482 معنعنا عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إن حواري عيسى كانوا شيعته حواري عيسى بن مريم كانوا شيعته وإن شيعتنا حواريون وما كان حواري عيسى بأطوع له من حوارينا لنا وقال عيسى للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ولا والله ما نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه لأن قالوا لعيسى نحن أنصار الله وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله رسوله ينصرون ويقاتلون دوننا ويحرقون ويعذبون ويشردون في البلدان جزاهم الله عنا خيرا وقد قال أمير المؤمنين هنا نتوقف عند هذه الكلمة التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام والتي نرى مصادقها في أيامنا وفي كل الأيام السابقة والله لو ضربت خيشوم محبين أهل البيت بالسيف ما أبغضونا والله لو دنوت إلى مبغضنا وحبوت له من المال حبوا ما أحبنا شواهد التاريخ ما أكثرها منذ القدم حتى زماننا حتى يومنا الحاضر فإنك تقدم لأناس ما تقدم ولكنهم يبغضونك لمودتك لعلي بن أبي طالب عليه السلام ننتقل إلى سورة الجمعة بسورة الجمعة عندنا الآية الثانية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة فرات الكوفي في تفسير صفحة 483 الحاكم الحسكاني بشواهد التنزيل جزء الثاني صفحة 338 ينقلان حديثا عن ابن عباس في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال طبعا هنا قبل أن أذكر الفقر المرتبطة بالحديث هذه الآية على ماذا تدلنا؟ بعث في الأميين رسولا مرت معنا ببعض الحلقات إشارة ربما عن سؤال ورد وهناك شبهة كبيرة يقع فيها عدد من المسلمين الذين يعتقدون أن النبي الذي وصف بأنه النبي الأمي يعتقدون أنه أمي لا يحسن القراءة والكتابة وسبقها تنولناها مفصلا هذه الآية تدللنا على نقيذ ذاك المعنى وتدللنا على المعنى الحقيقي لكلمة الأمي الذي وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بعث في الأميين يعني هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب بعثة لمن لا يقرأون ولا يكتبون أم بعثة لقوم تطلق عليهم تسمية الأميين وهم أهل مكة وهي أم القرى بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته وهل يمكن أن يطلوها الجاهل ويزكيهم ويعلمهم الكتابة الكتاب اللي هو القرآن الكريم والحكمة قال في تفسير الآية بن عباس قال الكتاب هو القرآن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء للناس ليعلمهم القرآن طيب كيف يعلمهم الحكمة؟ قال والحكمة ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ولذا الأحاديث التي أجمع المسلمون على ذكرها أني تاركم فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فالذي يتمسك بأحدهما ويترك الآخر ماذا تكون النتيجة؟ يكون تعلم الكتاب ولم يتعلم الحكمة ولم يأخذ الحكمة ولم يسر على نهج الحكمة والله تعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الكتاب يعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن كتاب الله من الأرض إلى السماء والحكمة ولاية علي بن أبي طالب فطالما أن الأمة ابتعدت وكلما ابتعدت الأمة عما أوصى به الرسول فإن بأسها بينهم شديد وتضيع جهودهم كما نشاهد عبر التاريخ الآية الأخيرة التي نتحدث عنها اليوم والتي وردت أيضا في سورة الجمعة هي قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله يقول فرات الكوفي في تفسيره صفحة 484 قال سعيد بن جبير ما خلق الله عز وجل رجلا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله قال إلى ولاية علي بن أبي طالب الآية السابقة عبرت عنه بالحكمة هنا الآية عبرت عن ولاية علي بن أبي طالب فاسعوا إلى ذكر الله لماذا؟ لأنه هو الذي يوصلكم إلى ذكر الله هو الذي يوصلكم إلى طريق الله هو الذي يوصلكم إلى معرفة الله تعالى طبعا عندنا عدد من الأسئلة ولكن المخرج يقول ثلاث دقائق أقل من وقتنا المقرر فما بعرف قداش فينا نجاوب لأن معنى سؤال يحتاج إلى وقت رح أذكر السؤال وما يتعلق به السؤال الآخر ونترك الإجابة المفصلة إلى حلقة قادمة إن شاء الله السؤال ورد من الحج فوزي من الكاظمي المقدسي يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول الآية الكريمة المباركة التي تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم السؤال الأول حول هذه الآية هل المقصود بالمؤمنين هم أتباع أهل البيت عليهم السلام أم المقصود بها كل المسلمين والسؤال الثاني هل أن زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تكون أما للمؤمنين يجب أن تنطبخ عليها الشروط السبع الواردة في القرآن الكريم في قوله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله فإذا تحققت هذه الشراءة السبعة التي ذكرتها الآية الكريمة إذا تحققت في واحدة منهن يصطلح عليها أنها زوجة رسول الله أو أم المؤمنين هذا السؤالين اللي وردوا حول هذه الآية من الحج فوزي من الكاظمي خلينا نجاوب عن السؤال الأول هل المقصود هم أتباع أهل البيت؟ كلمة المؤمنين مرمانة في السيخ وأكثر من مرة كلمة الإيمان لها معنيان طارة يطلق منها يقصد منها عموم المسلمين وطارة يقصد منها خصوص الذين يلتزمون بولاية أهل البيت عليهم السلام الآية هنا عندما يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم هذه يقصد بها كلمة المؤمنون بالمعنى الأعام المعنى الأعام التي تنطبق على جميع المسلمين دون استثناء وهذه نفس العبارة التي وردت في الآية الأخيرة التي كنا نتحدث عنها عن الذين آمنوا فهي تدل على معنى المسلمين بمعناه الأعام وليس خصوص المؤمن الموالي الذي نعبر عنه بالمعنى الخاص هذا ما يتعلق بهذا السؤال الأول السؤال الثاني يا حج فوزي نتركه لحلقة قادمة إن شاء الله حتى نلتقيكم أعزائي المشاهدين نستودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباركاته